اه حد بيسأل عن العمرة بيقول ينفع اخد بتقول يعني ينفع اخد حبوب ملع الحمل قبل العمرة علشان الدورة تنقطع عني واقدر استمتع بالعمرة يجوز يجوز مفيش مشكلة بس تتراجع دكتور علشان تشوفي الجانب الجوانب السلبية علشان ما تتأثريش العلة في عدم التوافق او عدم الصلاة او عدم الصيام هو نزول الدم لو الدم منزلش خلاص اللي بيحصل ايه وسائل منع الحمل قيمة على ايه المرأة عندها هرمونين اسمه هرمون البروجسترون والاستروجين دول هرمونات اللي بتخلي الجسم الهرمونات دي لما بتفرز بتدي اشارة للمخ ان يا مخ في بوايدة مخصابة فما تفرس بوايدات فيفضل المخ ايه عنده ايه حق ان في بوايدة مخصابة فتفضل المرأة ما يتجددش التبويض عندها فما تحطش الى ان تبطل الوسيلة فتبتدي الهرمونات تتزبط احيانا هذه الادوية بتأثر على الهرمون ولا قدر الله لو المرأة اخذتها بدون مراجعة الطبيب ممكن يتسبب في مشاكل عندها انها ما تحملش تاني فبنقول يجوز لكن لو سمحتي رجع الدكتور ولو فيها ضرر روحي وينزل الدم ايه مشكلة اعملي كل حاجة مع عدد طواف طب خلاص عملت كل حاجة مع عدد طواف وهنسافر والدورة لم تنقطع تحفظي جيدا واتوفي بالبيت فيش مشكلة خالص الضرورات تبحي المحذورات والضرورة تقدر بقدرها طيب ناخد سؤال كمان